هو عبارة عن اداة موجودة في جزء العلوي منها. محتوى الاداة دي بيتغير حسب العنصر اللي انا شغال عليه دلوقتي. طيب عشان نفهم وظيفتها اكتر هنجرب ان احنا نرسم مسلا كاميرا. مجرد ما ضغط على الاداة. هتلاحز ان محتوى تغير للنوع الكاميرا اللي انا هستخدمها. ممكن نضغط على الموجود ده. هزهر لك هنا كل انواع الكاميرات اللي موجودة عندك في المشروع. طبعا مجرد ما ترسمها وتحدد خاصائصها من وحسب الخصائص المتاحة. في نفس الوقت بيزهر لك هنا بتحتوي على مجموعة من الادوات اللي بتأهلك او بتديك امكانية انك ترسم الكاميرا باكتر من طريقة. مجرد ما نرسم الكاميرا زي ما قلنا نضغط على هتلاحز ان رجع تاني الوضع الافتراضي اللي هو بيختار او اللي انا اشغال عليها. طيب دلوقتي ممكن ارسم نوع تاني ومجرد ما اضغط على آآ الكاميرا اغير النوع استخدم كاميرا خرصانية مثلا ارسمها. وندغط على موديفاي. طيب بمجرد ما اضغط على النوع ده ودي حاجة من الحاجات المهمة جدا في الريفت او الكور انجين بتاعه ان انا ممكن بمجرد ان انا بعد ما عطيت العنصر او استخدمته فعلا ورسمته في البرنامج ممكن انا اضغط عليه وغير النوع بتاعه تاني من الكاميرا الخرصانية دي يحولها الكاميرا مدورة. هتلاحز انها اتغيرت معك. هيبال لك التفاصيل دي اكتر فيه علشان نتأكد من شكلها. نعمل شايدت. لاحز ان النوع اتغير من كاميرا مستطيلة لكاميرا في نفس الوقت ده النوع الاولاني اللي احنا اخترناه. بمجرد ما تضغط عليه هيظهر لك برضو النوع اللي احنا اخترناه فيه الخصائص اللي متعلقة بيه.